قال يحنى الرسول صنع يسوع أمام اليهود تلك الآيات كلها فما كانوا يؤمنون به لتتم الكلمة التي قالها أشعي النبي يا رب من آمن بما سمع منا ولمن أعلن ذراع الرب لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا لأن أشعي قال أيضا لقد أعمى عيونهم وقص قلوبهم لألا يروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم قال أشعي هذا لأنه رأى مجد يسوع وتحدث عنه غير أن كثيرين من الرؤساء أنفسهم آمنوا به ولكنهم بسبب الفريسيين لم يجهروا بإيمانهم لألا يفصلوا عن المجمع فقد فضلوا مجد الناس على مجد الله حقا والأمان لجميعكم أحبئي في ذكرى التأسيس لجمعة أذكرني في ملكوتك نعود اليوم سوى بعد 11 سنة للبدايات وبسقول البدايات بدي أطلب منكم شغلي مين مننا ما بيتمنى يروح يزور بيت لحم مين مننا ما بيتمنى يفوت عن غارض بيت لحم ويشوف مكان ولادة يسوع مين مننا ما بيتمنى يرجع يشوف البدايات يروح على علية سهيون ويشوف كيف يسوع كسر الخبز كلنا منتمنى جغرافيا يمكن نحن عندنا صعوباتنا بس عندنا هالحنين لذلك أنا بقلكم بدايات هذه الجماعة بهالرعية نحن اليوم ولو ما كنا كتار كجماعات موجودين بس اليوم نعود بالروح إلى البدايات إلى المزود إلى العلية إلى المكان يلي سكب روح الله بقلبها الجماعة حتى بأمانة تنطلق مش بس بلبنان للعالم هايدي النعمة الكبيرة وما فينا أبدا أنا بقلهم دايما ما فينا أني أرجع لهالمكان لهو الأساس والجزور بدون ما فكر بكل الفروع يعني بس فكر بعلية سهيون أو بمزود بيت لحم فكر بكل مذابح العالم بكل كنائس العالم بكل محل ترفع فيه العبادة بالروح والحق هيدا البعدين من مين يعني كل ما تفوتوا على كنيستكم تتصلوا أو شغلة هيك بتعنيكم روحوا للبدايات وروحوا للشمولية ونحن هيك اليوم نعود إلى كنيسة مرفوقة كجماعة بالبدايات كيف كنا نقديس كيف بلشنا ننطلق بأي روح وبأي ذهنية وأيضا كمان ناخد هالبعد الآخر الشمولية بانتشار هالجماعة في أمريكا في كندا في لندن في فرنسا في الأردن في حلب يعني برزيل إلى آخر بكل العالم وفي لبناء وهالفروع اللي تتنامى مثل كأنه الكرمي والأغصان هالأغصان اللي عم هيك ذلال هالأغصان اللي فيها تؤتي بثمار خيرة والثمار اللي حملتها الجماعة هي خلاص للنفوس الثمار اللي بتحملها الجماعة هي رجا للناس يلي عندهم حزن وجرح وألم ودمعة الثمار اللي بتحملها الجماعة هي مريفة للناس المتألمين اللي عم بيستعدوا لمواجهة الرب الثمار اللي بتحملها الجماعة هو رباط الأخوي اللي بيجمعنا كلنا سوا هو التأكيد على أهمية الصلاة من أجل موتينة الديفي نعم عظيمي ربنا أعطى فيها هالجماعة من خلال اسمها من خلال انطلائتها من خلال كل هالسنوات يلي سعي تأدي فيها جواب دعوتها ورسالتها في قلب العالم نقطة تانية بدي ألكون عم نحكي نحن كجميع عم نفكر بالموتة والموت وكل الإشياء في شغل وحدة بالحياة أو فئة وحدة ما بيموته أبعف إذا وصلكم الخبر كنت عم بعمل رشاش تشوف مين ما بيموت طلع في فئة وحدة إذا بدكم فئة وحدة فقط هن اللي بعيشوا الحب الحب وحده ما بيموت يلي بيحب ما بيموت يلي بيحب الله ما بيموت وهتفكروا بيموت هذا بيعبر المشكلة إذا بحب بيت الله كل شي بيخلص بالدني وكل شي شو ما بدكم صحة بتخلص العمر بيخلص سنين بتخلص كل شي بيخلص إلا شغلة وحدة الحب بكمل معكم ما بعد حدود هالدني ما بعد حجر المقبرة ما بعد كل الأشي وحده الحب مشان هيك إذا واحد بيحب حدا وغيب بيحسوا كأنه موجود بعضه بيفوت على البيت وبيحس بوجوده بيحكي معه ما بيحسوا غير هيدا الحب يلي بيكمل المشوار للأبد ومن ناحية تانية يعني وين نحن منلاقي الحب وين عنوان الحب في يسوع المسيح بالقربان بشان هيكي أنا بينبسط بي هالصلاة طلبي يلي بتنقال عن بالقربان هيك بينبسطوا جماعة أصدقاء القربان بالموضوع إنه بيقولوا يا دواء لعدم الموت هالقرباني ما بتخليني يموت هيدا الحب الكبير كل شخص بيكون حد الله وبقلب الله ومتحت بألم بيبطر يموت وبتعرفوا دي سترازية الأفيدية كانت تحكي عن شيء كتير مهم بتقول إنه أنا ما بدي مثل الناس يكون قلبي وداخلي بيت لأله ما بدي أعمله بيت لأله أنا بدي أعمله لأله أصر ممنوع يكون في بيت عادي ما تعملوا شيء هيك صغير لأله كبروا الإشياء للرب بيستهل تالت فكرة أخيرة لمن أعلن الذراع والرب أنا بدي أشهد من خلال خبرتي ومرافقتي لها الجميع منذ البدايات كنت في البدايات عرابة وإذا بدكم من الأهل ومن أهل البيت ومن كل إشياء بيصلاتي وبفكري هالجميع بقلب روحانيتي وبيقلب كل الإشياء دلكن شغلي من خلال اختباري 11 سنة إن ذراع الرب هي مع هذه الجماعة إيد الله اللي عم تشتغل متل ما بيقولوا لليحنى وكانت يد ربي معه وأنا مش إن هيك اليوم بهالعيد بيقول برجع بأكد إنه إيد الله هي معها الجماعة اللي عم تزرع رجا عم تزرع صلاة عم تزرع حب عم تزرع مساحة لقاء مهم جداً بدي معكم حي أختنا جنات هي هالقلب النابض بقلب الجماعة منصلي معها ومع كل إخوتنا وخياتنا لإلهم بيشتغلوا بصمت بهدوء وهيك من خلال الصلاة حتى ينمى مشروع الله في قلب هذه الجماعة إن شاء الله ديوم مع هالعودي لهالمكان هالعليه هون هيدا المزود بيت لحم لجماعة أذكرني في ملكوتك إن شاء الله بعودتكم لهالمكان اليوم نرجع ناخد قوي واندفاع جديد لننطلق في قلب العالم كارزين بقيامة الرب كارزين في قوة الرجاء اللي بيغير كل شيء شاهدين أن الحب وحده لا يموت